موسيقى عادل!! عادل! الهاية! الهاية يا سمين! ايه؟ ماذا يا سمين؟ سنة اليها بتوجعها قوي! يا نهار ابيض! يعني انت مقوماني من النوم مخصوصة عشان سنة اليها بتوجعها طب انا اعمل لها ايقان يا رانيا? اتعاطف معها! لا يا عادل انا جيبت لها الدواء وبقت كويسة قوي! بس بكرا لازم الصبح توديها الدكتور دروري! أوديها للدكتور طب انت مقوماني من دلوقتي ليه يعني حضرتك؟ عشان ألبس من الوقتي؟ لا! عشان أمك! ايه عشان أمك دي؟ أمك مصرة تطلع لحمة عشان تسيحها عشان بكرة وأنا بقى بصراحة يعني كده قررت إن أنا أعمل بكرة فراخ طيب يا رانيا إيه المشكلة أسيح اللحمة وأعمل الفراخ زي ما إنت عايزة يا عادل إنت دايماً كده تبسط الأمور يا عادل ده إنت مش ممكن بص يا حبيبي من البديهة إن إنت بكرة صبحة هتودي ياسمينة عند الدكتور والدكتور دعياته فين في العباسية؟ ومدين العباسية فيه أحسن واحد في مصر يحمل الكولسلو إيه الكولسلو ده اللي في مصر؟ اخسر ليك يا عادل مش حرفي طيب إزاي مش حرفي عن إيه كولسلو؟ كولسلو يا عادل كولسلو صلطة الكورومب المهشمة اللي بحطها جنب الفراخ صلطة الكورومب المهشمة مزبوط يا جامدة جداً هااااااااااااااااااة ساعة كان من الليل ساعة الكورومب المهشمة تصبح على خير يا راناة تصبح على خير فعلا في العباسية هو الراجل ماشي ماشي يا راناة ماينفعش يا راناة ماينفعش لو كذبنا عليها المرة دي مش هتعصف فينا بعدكدا يا عادل إحنا مش هنجذب عليها إحنا هنخادع بس اه معلش يا بابي معلش يا حبيبة قلبي دلوقتي هتخرجي مع بابي وحيجيبلك سوكولاتة وبمبوني كتير قوي وطعم سنان بلاستيك بالمرة مش فاهمة يعني انا لو كالت مصطف وبمبوني هبقى كويسة لا طبعا يا حبيبتي مش هتبقى كويسة لو كالت الشوكولاتة وبمبوني سنانك هتبوز السنانك دي حلها الوحيد انها لازم تتخلع ايه 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 فيه ايه لازم يا جماعة اصارحها يا جماعة دي طريقة كويسة جدا في تربية بنتي انا باتبع طريقة ان انا اصارحها ولكن برفق اصدمها ولكن بشويش ارعبها لكن بالراحة كده يعني شوف يا حبيبتي بابا هياخدك لدكتور السنان عشان يعالج سنتك اما خايفة قويسة لا يا حبيبتي ما تخفيش ما هو هيطلع لك سنة مكانها يا ماما اللي انت بتعمليه ده كده هتخوفي البنت يعني ايه هيطلع لها سنة بدلها بص يا ياسمينة حبيبتي السنة دي لازم تدخلها ولما تدخلها هتوجعك وهتخر دم وبعدين كمان لو ما عدتيه سابتة بقى عالكرسي اللي هو مليان اجهزة مرعبة دي والزز والحاجات دي هتتعاقب يا ياسمينة مش عايزة لا يا الدكتور مش عايزة ايه ليه انت بتعمليه ده يا عدل عجبك كده ليه كده يا عادل يا جماعة سيبوني بس يا ربي بنتي بطريقة اوعيلي اوعيلي بعد اذنك اا يا ياسمينة يا حبيبتي ما تخفيش الدكتور قبل ما يخلع لك السنة دي هيديك حقنة بنجة كبيرة كده هو جوا في سناني فمتحسيش بقى اي حاجة خالص سوا بيشلك السنة بالكماشة جمدة دي لا يا عايزة يا عايزة ايه اللي انت بتقوله يا سياسمينة يا حبيبتي حبيبتي انتي لازم تروحي الدكتور لان دي هتبقى اكسبيريينس عيلة هتتحط في السي في بتاعك مش عايزة سي في يا جماعة غلق كده احنا بناجل المشكلة وده مش صح لازم نواجعهم ولازم نقطعهم عشان نخلص على طول بص يا اسمينة السنة دي لو متعالجتش هتتشال وهيتشال سنة تانية وتشال سنة تالتة بغاية اما بقك يفضى خالص وده ممكن يأثر على سمعك لا يا بابا لا يا بابا بص يا اسمينة حبيبتي احنا هنروح لدكتور السنان عشان نجيب مصاصة وشوكولاتة بتضحك عليم ما فيش اصلا دكتور سنان بيبيع مصاصة شوكولاتة ايه ده مين اللي قالك لا بالعكس ده هو دكتور سنان انا اعرفه يعني بس ايه الحكاية مش ماشية معاه قوي ففاتح كشك جنب اللي هو ايه الكرسي بتاع السنان ده اللي جنبيه المعدات بقى اللي هي بتاع بالحاجات اللي هي المرعبة نيه عامل كشك كده هو ولا ايه 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 ما تخافيش ها 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 ياسمين بنتي بنت عادل سعيد تخاف لأ لازم تقطعهمي لازم تخش بجرقة وتخش بقوة بنت عادل سعيد بنت مين عادل سعيد ايديك فين يلا بينا ويشلك من اخيرك بالمخار ما تخافيش ولا تخافيش ولا تخافيش ما تخافيش